حابب دردش معاك شوية لأنه البطولة الوديل اللي جات يمكن في توقيت صعبة بالنسبة لمنتخب مصر جات في توقيت صعبة بسبب الغاء البطولة ونقلها لمصر كاس العاصمة وظهور المنتخب في مطش النهاردة بالزياد سيبك من مطش نيوزيلاندا لكن مطش النهاردة كمان حقيقة في مكاسب كتيرة جدا بعيدا عن كرة القدم احنا نتكلمكم من مطش لسه مخلص والنتيجة لسه منعرفهاش نتمنى طبعا التوفيق لكابتن حسام والمنتخبنا الوطني اللي أنا سعيد الحقيقة النهاردة بظهوره في أستاذ مصر الجديد صورة كنا بنتكلم عليها بقالنا كتير قوي عبد الرحمن حقيقة أنا كان وحشني منظر الأستاذ بالشكل ده خصوصا أستاذ مصر في العاصمة الإدراك الجديدة حاجة تحفة معمرية يعني تحس إحنا نسا كنا بنتكلم كأنك بتفرج عماتش في أوروبا حقيقة وكمان كواليتي التصوير أنا آخر مرة شفت كواليتي التصوير ده في مصر تقريبا في بطولة أفريقيا 2019 عدد الكاميرات الكبير ده الكواليتي بتاع الكاميرا نفسه الـ HD أو ده 4K تقريبا كمان غير إن مخلي شكل الأداء مختلف أنا يعني ممكن يكون أداء اللعيبة هو هو زي ما بيلعبه في المتشاطة العادية بس تصوير مخلي الرتم أسرع مخلي الشكل أحلى كمان اختيار منتخب كرواتي حقيقة المنتخب من المنتخبات المميزة فيه اسم كبير زي لوكا مودريتش يحسب للشركة المتحدة كمان إن هما ودوهم يشوفوا الهرم صوروا النجوم دي بالشكل مميز في مصر إن هما لحق البطولة زي ما أنت قلت البطولة دي فجأة صحيحة من النوم الصبح الإمارات ما تعرفش حاجة عن اللجنة المنظمة أو المنظم سبونسور البطولة يعني فيحسب للشركة المتحدة حقيقي إن هي أقامة البطولة دي بالشكل ده صحيح وأنت بتكلم على منتخبات كبيرة منتخب كرواتيا ثالث عالم بتكلم كمان على حضور جمهيري ما شفناهوش مع منتخب مصر بقالنا كتير نتكلم تقريبا عن فترة طويلة جدا ما شفناش 90 ألف بالضبط ما شفناش 90 ألف موجودين في المدرجات إنت لو عملت لو مسكت ريموت كنترول وعملت ميوت أو لغيت الصوت وتفرجت على الصورة بس من غير ما تعرف مين بيلعب ولك إنك بتفرج على ماتشف أمم أوروبا ولك إنك بتفرج على ماتشف كاس العالم استاد رائع رائع واحد من أهم مكاسب البنية التحتية الرياضية في مصر في السنوات الأخيرة منطقة العربية لكن واحد من أجمل وأكبر استادات العالم جمهور شكل وأرواع أتمنى بقى إنه الصورة دي نحاول نقلدها لوكالي نتعمم في الدوري عمونا ليه مش مرشات الدوري مش هنوصل ليه في الدوري بس يعني بس إحنا عندنا الإمكانية هنا يمكن كمان إحنا عندنا عدد فرق جمهرية مش وحش تقدر نبدأ بالفرق الجمهرية يبقى فيه شكل على الأقل حلو يعني ماشي إحنا بنسمع عدد كويسة حتى فيه دلوقتي بيقال أن مطش الأهلي اللي جاي هنا 5 أبريل حيبقى برده بعدد يوم 5 أبريل ممكن نشوف 30 ألف متفرج محتمال كبير صحيح يعني احتمال ولكن فيه فرق جمهرية كتير يعني دل مطش لو بين الأهلي والإسماعيلي والمصري والاتحاد والزمالي كل الفرق دي لا تقدر تعمل نستابل الشكل ده عادي كم بيحصل قبل كده؟ صحيح والأهلي قبل كده مطشط في أفريقيا لا الأهلي مطشط في أفريقيا لو 50 ألف لما بيتسمح بحضور جمهيري اللي استابل يتميلي عادي خد بالك الجمهور هو اللي بيدي موت على الكورة يعني بتهالي جزء كبير من يعني طبعا إن شادر قايم تجربة كابتن حسام ويبقى أنفير إن إحنا نقايم تجربته بعد مباراتين أو بعد توليين مسؤولية يعني في خلال مدة قصيرة لكي بتهالي إنه الجمهير اللي موجودة في المدرجات النهاردة دي إدت حافز وإدت دفع كبير جدا للعيبة والجهاز الفني إن هما يقدموا أفضل ما عندهم تخيل كده سناري المباركة ممكن يكون عامل إزاي لو المدرجات دي فضية أو ما فيهاش جمهور أو حتى في عدد قليل حس قوي بأنه فرند لموتش يعني صحيح فنتمنى التوفيق طبعا منتخب